اشتركوا في القناة سورة سورة صباح الخير يا كريم صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا نهاردة في يوم جديد وصباح يوم جديد نهاردة سبت الموافق خمسة خمسة إبريل خمسة إبريل صباح الخير عليكم النهاردة إن شاء الله تستمتعوا معنا بالفقرات دي وتحصحوا معنا وتشربوا القهوة وانتوا تتفرجوا علينا عشان تركزوا فقرة الصحافة مع كريم وفقرات الأخرى اللي هتكون موجودة معنا النهاردة فخلينا كده نقول لكم ايه ها فقراتنا النهاردة بالتحديد أولنا هيكون فقرة الصحافة والأخبار مع الأستاذ عادر السنهوري مدير تحليل جريدة اليوم السابع هنتكلم معنا عن أهم الأخبار اللي في الصحف اليومية الفقرة الثانية هتكون مع أحمد محمود يوسف هو من الشباب على فكرة هي فقرة تغطية عامة كده عن إيفنتات بتتعمل ومعايا كمان محمد مصطفى لطفي هو هنتكلم عن فقرة عن إقامة إيفنت تحت رعاية وزارة الشباب تحت اسم شارج يور سكيلز هنتعرف أكثر بقى عن التفاصيل وإحكاية الإيفنت ده بالضبط إيه هيتقدم فيه ومين صاحب الفكرة والتفاصيل كلها إمتى تدوا يفكروا فيها وهتقام إمتى بالضبط في الفقرة الثالثة هنتكلم عن الحال الأمنية اللي في مصر اليومين دول مستقرة مش مستقرة هل يعني تدعو للتفاقل ولا الموضوع مؤلق اللواء ناصر سالم الخبير الأمني هيكون من أورناه هنتكلم معايا بالتفاصيل عن الحالة الأمنية فكرة صورة ناصرية النهاردة وزي ما احنا متعودين كل يوم سابته بتكون موجودة معانا علشان نتعرف أكتر على اللقطات المصور اللي بيكون معانا لأن كل لقطة بياخدها بتعبر عن شخصيته ومدرسته واتجاهته في التصوير النهاردة هيكون معانا المصور الصحفي محسن نبيل ونشوف بقى ايه الصور اللي مدنا بيها نهاردة عشان نتكلم عنها أكتر في آخر فقراتنا هتكون فقرة فنية عرض تعمل اسمه وتوبيس كومبلي لفرقة حركات تتبع على برنامج وخاية الطفل من خطر فقدان الرعاية الأسرية عملوا عرض اسمه وتوبيس كومبلي وأستاذة منال بدر منصق وطني ببرنامج تمكين لأسر هتكون دفتنة ومعاها الأطفال ياسمين عادل وأحمد أيمن هنتكلم معاهم عن العرض وتفاصيله وآخر اللي حصل فيه هي العظيم ناسم بس كده تمام مشاهدينا خلينا نبدأ أول بريك معنا نهاردة في نهارك سعيد ونرجع مرة تانية الكريم وفقرة الصحافة اشتركوا في القناة